عجبا فعلا أتعجب فعلا لكل من يطلب مني التحدث باللغة العامية اللغة الدارجة والابتعاد عن اللغة العربية الفصحة لأنهم لا يستوعبونها كيف تتابعون مسلسلات تركية مدبلجة بشغف شديد باللهجة السورية أو اللهجة اللبنانية أو اللهجة المصرية وتفهمونها وتتحدثون تلك اللهجات بطلقة شديدة اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم في الأساس وهي اللغة التي توحدنا جميعا توحد أكثر من عشرون دولة عربية واللغة العربية في علم الحرف دبدباتها عالية جدا وطاقتها عالية جدا حتى أطبق المثال على نفسي صوتي في اللغة العربية الفصحة أقوى وأعلى من ناحية الطاقة من صوتي في اللغة العامية لاحظت ذلك أكثر من مرة صراحة يعني اللغة العربية توحدنا جميعا إعادة إحياء اللغة العربية الفصحة لذلك أتحدث بها في أغلب الفيديوهات طاب يومكم ترجمة نانسي قنقر